الفنانة دونيا سمير غانم دايماً بيكون ترند أي شيء أو أي خبر يتعلق بيها دايماً بيتصدر الترند النهاردة معنا خبر خاص بيها تصدر الترند بكوة خلال اليومين اللي فاتوا وخصوصاً بعد الإعلان عن أن مسلسلها عالم وازي حيخرج بره السباق الرمضاني للسنة التانية على التوالي يمكن كلنا عارفين أن المسلسل رمضان اللي فات ما كانش موجود بسبب إصابة معظم أبطال العمل بفيروس كورونا وده اللي عطل التصوير وخلاه يبعد عن رمضان ولكن ما كانش ده بس السبب في تصدر دونيا سمير غانم للترند والسبب الأهم كان الخلافات اللي حصلت بينها وبين الفنان والمنتج هشام جمال الخلاف بدأ بخطوة عملية الفنانة دونيا سمير غانم بإلغاء متابعة هشام جمال على الإنستجرام مش بس كده دي كمان مسحة كل الصور المشتركة بينهم على صفحتها طيب الخلاف ده إيه سببه؟ حسب المعلومات المتدولة فإن سبب الخلاف ده هو إن المنتج هشام جمال قرر استبعاد مسلسل عالم وازي من العرض في رمضان وقرر إنه يشارك بمسلسل في بيتنا رابط اتنين واللي هو من بطولته بجانب الفنانة ليلة زهر وعمر وهبة وشايماء سيف وطبعا كده بقى موقف المسلسل غامض ومجهول وده اللي أغضب الفنانة دونيا سمير غانم بشدة ومن المعروف إنه هشام جمال ودونيا سمير غانم عملوا مع بعض عدد كبير من الأعمال سواء على مستوى التمثيل أو الغنى أو حتى الألحان وكمان الإنتاج وفيها تقوم دونيا بالغاء متابعة هشام على صفحتها على السوشال ميديا الفكرة إنه مع كل الخلافات دي بقى مصير فيلم دونيا الجديد واللي اسمه تسليم أهالي واللي من إنتاج هشام جمال غير معروف بالمرة